اشتركوا في القناة الانباء السعودية رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية ورئيس المجلس الدولي لوكالات الانباء اصحاب المعالي والسعادة مدراء وكالات الانباء العربية ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم خير ترحيب في بلدكم الثاني مملكة البحرين التي تتشرف اليوم باستضافة الجلسة الحوارية لاجتماع الجمعية العمومية لوكالات الانباء العربية في مركز تسهيلات البحرين الاعلامي بجامعة البحرين تحت عنوان الاخلاقية والكفاءة في عمل وكالات الانباء بتنظيم من وكالة انباء البحرين وجامعة البحرين وتحت رعاية كريمة من سعادة الاستاذة سمير ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة نتمنى لاجتماعكم اليوم التوفيق والنجاح في ضوء الاهداف المرسومة للرقي بالعمل في وكالات الانباء العربية وفق اعلى درجات المهنية السليمة ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وتطوير التشريعات الاعلامية التي تحقق اقصى درجات ممارسة الحرية الاعلامية المنضبطة بمبادئ اخلاق المهنة وهو ما عودنا عليه اتحاد وكالات الانباء العربية في خطوط اهدافه العامة واجتماعاته المتخصصة ونبدأ هذا اللقاء بكلمة لسعادة الاستاذة سمير ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فلتتفضل صباح الخير جميعا شوفون الابتسام على ويهي بسبب نجاح الانتخابات في البحرين أرجو ان تكون هلا ورحنا أصحاب المعالي والسعادة السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين سعادة الدكتور ابراهيم حمد جناحي رئيس جامعة البحرين سعادة الاستاذ عبدالله بن فهد الحسين رئيس المجلس الدول لوكالات الانباء العالمية رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية السادة مديري وكالات الانباء العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيط الحضور الكرام اسمحوا لي بداية ان اتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير لوكالة انباء البحرين الوكالة المستضيفة لهذا المؤتمر وإلى جامعة البحرين على تعاونها الدائم معنا ولا يفوتني ايضا لا نعبر عن شكري الخاصة الى الاستاذ عبدالله بن فهد الحسين رئيس المجلس الدولي لوكالات الانباء العالمية رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية على دوره الدؤوب في التنسيق ودعم التعاون وتطوير العمل المشترك بين مختلف وكالات الانباء العربية السيدات والسادة ان المتتبع لخريطة صناعة ونشر وتوزيع الاخبار يلاحظ بكل سهولة ان وكالات الانباء ما زالت تحافظ على مكانتها كمصدر اخباري اساسي ضمن المشهد الاعلامي المحلي والاقليمي والدولي الا اننا نلاحظ ايضا ان وكالات الانباء بدأت تشهد نوعا من التراجع في ظل التنافس الشديد لوسائل الاعلام بمختلف اشكالها الورقية والمرئية والمسموعة والالكترونية وفي ظل التحولات الهامة التي يشهدها قطاع الاعلام والاتصال على المستويين التقني والتكنولوجي كما ان ظهور مصادر اخبارية الكترونية جديدة تتميز بسرعة النشر والتحديث وخفة المعلومة ربما تتحول الى ادوات اخبارية اكثر تأثيرا على الرأي العام العربي عبر شبكة الانترنيت والهاتف النقال وبالتالي قد تطرح اسئلة قد تطرح اكثر من سؤال حول مستقبل وكالات الانباء السيدات والسادة بالرغم من التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الاعلام والاتصال منذ سنوات من ناحية تطور التقنيات واشكال المضامين واساليب النشر الا اننا نعتقد بقوة ان وكالات الانباء الوطنية الرسمية لا زالت تعتبر الضامن الاساسي لصوت الدولة والدفاع عن مصالحها امام المئات من وسائل الاعلام الاقليمية والدولية التي انخرطت منذ فترة ضمن اهداف سياسية ومشاريع اقليمية مشبوهة بعيدة كل البعد عن العمل الصحفي او الاعلامي بل ما نراه على ارض الواقع هو تأثير على الرأي العام العربي بطريقة خاطئة ربما يؤدي الى تداعيات خطيرة اولها بث الفوضى التي بدأت في المنطقة وما تبعها من عدم الامن والاستقرار كما تعلمون فان المعلومات والاخبار هي الانصر الاساسي من عناصر الامن والاستقرار في المجتمع ولا يمكن في الوقت الراهن لاي بلد مهما كان حجمه العسكري او السياسي او الاقتصادي او الثقافي ان يغفل عن الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الاعلام داخل المجتمع وخاصة منها وكالات الانباء ويتفق معظم الباحثين في العلوم السياسية والعلوم العسكرية وعلوم الاعلام والاتصال في ان المعلومة هي الرصاصة الاولى التي يمكن ان تؤدي الى حرب شاملة او المسكن الاول الذي يمكن ان يساهم في توقيع معاهدة سلام دائمة وتعتبر وسائل الاعلام والاتصال ايضا القوات الخاصة النفسية والدعائية التي تناور وتعزز صفوف الجيوش كما انه في اغلب الاحيان لا حاجة لجيوش على الارض في ظل وجود اسلحة اعلامية واتصالية يمكن ان تحسم الحروب قبل بدايتها اصلا يجب ان نعي اليوم ان وكالات الانباء الوطنية ليست وجرد مؤسسات اعلامية عادية تمد المجتمع بالاخبار فقط بل هي مؤسسات رسمية يجب ان تنخرط في مفهوم الامن الاعلامي للدول الذي يقوم على مبدأ مقاومة تدفق المعلومات الخاطئة وبث الصورة الصحيحة لبلداننا كما يجب على الحكومات من جهة ثانية ان توفر لوكالات الانباء الوطنية الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق هذه الاهداف ويجب الخروج من الفكر الضيق الذي يعتبر وكالات الانباء الوطنية مجرد ادارة حكومية بل يجب ترسيخ فكرة ان وسائل الاعلام هي مؤسسة استراتيجية هامة في الدولة لا تقل اهمية من اي مؤسسة عسكرية او امنية او اقتصادية تساهم في الدفاع عن مصالح المجتمع وتساهم في امنه واستقراره اننا اليوم امام مسئولية كبيرة وان بلداننا اليوم تحتاج الينا اكثر من اي وقت مضى امام التحديات الاقليمية والدولية التي اصبحت اكثر تعقيدا كما بات جليا ان المعارك الجديدة على المستويين الاقليمي والدولي هي بالاساس اعلامية وهنا يأتي دور وكالات الانباء الوطنية التي لا يجب ان يقتصر دورها على تزويد المجتمع بالاخبار بل العمل ضمن فلسفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة للدول وتعي خطورة الرهانات الاقليمية والدولية وتعمل على تصحيح المسار من خلال نشر الاخبار الصحيحة وبالسرعة المهنية المطلوبة وانارة الرأي العام ومقاومة التضليل الاعلامي وفضح الخطط الاعلامية المشبوهة السيدات والسادة لقد تعرضت مملكة البحرين خلال الاربع سنوات الاخيرة الى هجوم اعلامي اقليمي ودولي غير مسبوق كان الهدف منه زعزعت الاستقرار والتشكيك فيما وصلت اليه المملكة من تقدما واصلاحات على جميع المستويات الا اننا تمكننا بالرغم من امكانياتنا الاعلامية البسيطة من مجابهة هذا الامر ونجحنا في مقاومة التضليل الاعلامي المشبوه ونعمل حاليا ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشؤون الاعلام على تطوير اجهزتنا الاعلامية الرسمية وجعلها من اهم ادوات الدفاع عن مصالح بلدنا وخدمة مجتمعنا واتمنى ان نكون توفقنا في عملنا لانجاح العملية الانتخابية مؤخرا وفي هذا الاطار لا يمكن نواصل للكلمة فقط وفي هذا الاطار لا يمكن تطوير وكالة انباء البحرين التي دشنت مقرها الجديد في شهر ابريل الماضي اسمحوا لي وفي هذا الاطار لم يكن تطوير وكالة انباء البحرين التي دشنت مقرها الجديد في شهر ابريل الماضي من محض الصدفة اذ نؤمن ان وكالة الانباء الرسمية هي احدى اعمدة التطوير والتنمية في المجتمع واحدى وسائل الدفاع الامامية عن مصالح الوطن واحيي بهذه المناسبة السيد مهند سليمان مدير عام وكالة انباء البحرين على جهوده المبذولة في هذا الشأن واخيرا من خلال هذا المنبر واعبر مرة اخرى عن شكري وتقديري للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر وتمنية لكم النجاح والتوفيق والاقامة الطيبة في بلدكم الثاني مملكة البحرين شكرا جزيلا اما الان فالكلمة لمعالي السيد عبدالله بن فهد الحسين رئيس وكالات الانباء السعودية رئيس الاتحاد وكالات الانباء العربية ورئيس المجلس الدولي لوكالات الانباء تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سعادة وزيرة الدولة لشؤون الاعلام في مملكة البحرين الشقيقة اصحاب السعادة رؤساء وعضاء الوفود سعادة رئيس جامعة البحرين السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية اود ان اتوجه بالشكر والتقدير باسمي ونيابة عن زملائي مدراء وكالات الانباء العربية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السموة الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السموة الملكي الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد على استضافة مملكة البحرين للمؤتمر وشكر موصول لسعادة وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة في مملكة البحرين الشقيقة لتفضلها برعاية الجلسة الحوارية حول الاخلاقية والكفاءة في عمل وكالات الانباء التي تمثل بداية تطبيق قرار عقد المؤتمر السنوي للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الانباء العربية تحت عنوين معينة وانوه بما جاء في كلمتها القيمة من مضامين على درجة كبيرة من الاهمية كما اود ان اعرب عن عميق الارتياح لانعقاد اعمال المؤتمر الثاني والاربعين للجمعية العمومية للاتحاد في رحاب مملكة البحرين الشقيقة التي نكون لها كل مودة وتقدير ونتمنى لها المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة واشكر الاخ الزمير مهند سليمان نعيمي القائم باعمال وكالة انباء البحرين على حسن الاعداد والتنظيم وتهيئة الاجواء المناسبة لهذه الجلسة الحوارية واعمال المؤتمر كما يطيب لي ان اعرب عن بالغ الشكر باسمي ونيابة عن زملائي رؤساء ومدراء وكالة الانباء العربية لسعادة الدكتور ابراهيم جناحي رئيس جامعة البحرين على ما قدمته الجامعة من امكاني انجاح هذا التجمع الاعلامي واتقدم بالشكر لكم ابناءنا الطلبة والطالبات في نادي وكلية الاعلام على حرصكم لحضور ودعم هذا اللقاء الاعلامي وانتم ان شاء الله رجال الاعلام في المستقبل ان فكرة عقد المؤتمرات السنوية للجمعية العمومية الاتحاد تحت عنوين معينة وبداية تنفيذها في مؤتمرنا هذا خطوة عملية تثري اعمالنا وتضيف عليها المزيد في عناصر التجديد والتنوى وانني على ثقة في ضوء اوراق العمل المقدمة والحضور المتميز بان هذه الجلسة الحوارية ستقود الى نتائج ايجابية تنعكس على وكالاتنا الانباء العربية ودورها ادعو الله تعالى ان يكلل اعمالنا بالنجاح ويجعل التوفيق احليفنا لنواصل مسيرة تعاوننا المشترك ونحقق النتائج المرجوة التي يتطلع اليها الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما الان فيتبادل رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية معا للسيد عبدالله بن فهد الحسين ورئيس جامعة البحرين سعادة دكتور ابراهيم جناحي الهدايا التذكارية بمناسبة انعقاد هذه الجلسة الحوارية في رحاب جامعة البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الامين العام للاتحاد وسعادة الدكتور تيسير ابو عرجة عميد كلية الصحافة في جامعة البتراء الاردنية ببدء اعمال هذه الجلسة الحوارية بسم الله الرحمن الرحيم التحية اولا لمعالي الوزيرة ولسعادة الصديق الدكتور ابراهيم الجناحي رئيس جامعة البحرين وللجامعة باسرها اساتذة وطلاب وطالبات والضيف الكرام والزملاء والزمنات الموجودين وسأؤجل تحية للاخ مهند لانه ورطني في راسة الجلسة لان لا اتكلم وطلب مني ان اصمت كي ادير الحوار والتهنئة للبحرين بنجاح الانتخابات ورسالة الطمأنين التي تبعثها البحرين الينا جميعا بان الامور تمضي للمان حسنا فعل اخي مهند في الدعوة لهذه الندوة في العام الماضي طرح في الرياض في المؤتمر العالم لوكات الانباء سؤال كبير عن التنافسية في وكالات الانباء والمقصود كان في التنافسية بدأنا بالتنافس مع وسائل الاعلام الاخرى وانتهينا الى التنافس مع سبعة مليار هم الجمهور الذي اصبح منافسا لوسائل الاعلام ما دايما يمتلك التكنولوجيا الحديثة في اي مكانا من هذا العالم ولو بالصدفة ولكن بقي عاملان اثنان وهما المهنية والاخلاقية نتكلم عن كفاءة الاعلامي ونتكلم عن اخلاقية النشر فيما يتعلق فيما يجري في الاحداث فيها لسوء الحظ ان منطقتنا تصدر او تصدر ايضا اسوأ ما في الرسائل الاعلامية في العالم في هذه الايام لسوء الحظ على اي حال المخاوف التي ابدتها معالي الوزيرة بالنسبة لوكالات الانباء ثمت ما يعطي املا في الجهة المقابلة اخر احصائية لمعهد الاعلام الاردني في الاردن تبين ان وكاة الامارة الاردنية تنتج 63% من المحتوى الخبر المحلي مع وجود اكثر من 250 موقع الكتروني 81 اذاعة وتلفزيون خاص 9 صحف يومية 30 صحيفة اسبوعية بالرغم من ذلك هذا بيعني انه ايضا القطاع الخاص صار يمارس عليه نوع من الارهاب من الاعلام الجديد والتشوية في بعض الاحنان فيلجأ الى وسائل الاعلام الامنة كي تحمل هذا المضمون تكلمت اخ مهند رغم انك كنت تقمعني اذا عرف طبعا عريف الحفل على الزميلات والزملاء بالنسبة ليكم ادعو معالي عبدالله بن فهد الحسين لمداخلته ستكون المداخلته الاولى في هذه الندوة كنا بدأنا من 20 دقيقة مشان ما انطمن الطلاب خاصة الملولين بكونوا بالدراسة خفضنا السقف لعشر دقائق وربما اقل لكل متحدث لكي نسمع منكم شكرا 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 للحضور وارجو ان تتحملوني في كلمتين الاخلاقية والكفاءة في عمل وكالات الانباء الاخلاقية هي سمة لعمل وكالات الانباء وانصر محوري للكفاءة والنجاح وتؤكد التجربة المهنية والواقع العملي لوكالات الانباء ان هناك ترابطا لا ينفصم بين الاخلاقية والكفاءة في عمل تلك الوكالات التي تبقى ابرز المصادر رئيسة للاخبار رغم ظهور وسائل اعلام جديدة ومتنوعة واحتدام المنافسة من اجل الوصول الى المعلومة وهذا الامر ينطبق على مختلف المجالات الحياتية فالاخلاق قيمة جوهرية اينما سادت تحسنت حياة المجتمعات وتطورت الى الافضل الكفاءة الحياتية للبشر يضم اتحاد وكالات الانباء العربية مجموعة متجانسة من المؤسسات والهيئات الاعلامية التي يتوجه بعضها نحو التحول من وكالات حكومية الى وكالات عامة وتتشابه تلك الوكالات بشكل او باخر من حيث النشأة والرسالة والاهداف والمسيرة المهنية وحتى التطلعات والبرامج الانية والمستقبلية الامر الذي قادها الى النجاح تحت مظلة الاتحاد في السير قدما نحو تعاون اعلامي متميز ومتنوع وتقدم وكالات الانباء العربية عبر ادائها نماذج عملية للاخلاقية والكفاءة في عمل وكالات الانباء ويتجلى ذلك فيما يمكن ان يكون بمثابة ميثاق شرف حيث تعتمد الوكالات العربية في نقل الاخبار عن اي من الدول العربية على الوكالة الوطنية لتلك الدولة دون سواها لضمان عناصر المصداقية والدقة والموضوعية وهي من العناصر الرئيسة الاخلاقية وهي من العناصر الرئيسة المهنية ولا يمكن بحال من الاحوال ان نقل عن اي من الوكالات او وسائل الاعلام الاخرى مهما علت شهرتها او التسعى انتشارها لكل مهنة اخلاقيات وسلوكيات والصحافة رسالة قبل ان تكون مهنة فهي اداة مهمة في بناء المجتمع ومقياس لحضارة الامم ومرآة صادقة بنشاطها في شتى الميادين ولمهنة الصحافة خصوصية تختلف عن باقي المهن الاخرى كونها تخاطب العقول بمختلف مستوياتها وهي تؤدي خدمة اجتماعية كبيرة لانها تقوم من اجل اشباع او مواجهة احتياج مجتمعي وقد اجتهد المختصون والاكاديميون في تعريف اخلاقيات العمل الصحفي او مهنة الصحافة ولسنا بصدد الخوض في تفاصيل تلك التعريفات غير انها في الاجمال تجتمع على انها قواعد موضوعة تعبر عن السلوك المهني المطلوب من القائمين بوسائل الاعلام الالتزام بها وقد وضعت النظم السياسية في العالم سياسات اعلامية متنوعة تنسجم مع اهدافها وتوجهاتها وتطلعاتها ادراكا منها باهمية الاعلام وما يؤديه من وظائف كبيرة وخطيرة في المجتمع ان اخلاقيات وسلوكيات العمل الصحفي تعبر في مضمونها عن العلاقات بين ممارس المهنة من ناحية والعلاقة بينهم وبين الجمهور من ناحية اخرى وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون اليه من ناحية ثالثة والاخلاقيات قد تكون متعارف عليها او مبادئ ومعايير يضعها التنظيم الخاص بالمهنة ومن المبادئ والقيم الاساسية تبرز معايير اخلاقية يمكن اجمالها في الصدق والدقة والحيادية والموضوعية الى جانب عناصر الامانة وعدم تشويه الحقائق او السعي الى منفعة خاصة مع احترام خصوصيات الاخرين وثقافات الشعوب الاخرى والانصاف والمساواة في تبادل المعلومات وتحمل المسئولية الاجتماعية لتعزيز قيمها الايجابية بالاضافة بالاضافة الى سيانة اعراض الناس وعدم لسائل الشعوب والدول والافراد وتحاشي جميع اشكال الاثارة او التضخيم وتنبع اخلاقيات مهنة الصحافة من مصادر عدة منها السياسة الاعلامية والمؤسسة الصحفية وفريق العمل الى جانب المجتمع الذي يعد من المصادر المهمة لاخلاقيات المهنة لانه المنبع الرئيس الذي يستمد الصحفي اخلاقياته المهنية منه فضلا عن القيم الاجتماعية والاعراف والعادات والتقاليد الساعدة وطبيعة التنشئة الاجتماعية وكالات الانباء بصفة عامة مؤسسات اعلامية تقوم بالتغطية الاخبارية لمختلف النشاطات وهي تقدم خدماتها لجميع المؤسسات الصحفية والاعلامية المحلية والخارجية فضلا عن القطاعات الاخرى ومن واقع عمل وكالات الانباء العربية فان تحقيق رسالتها يرتكز على جملة من المقومات ابرزها نقل الحقيقة بدقة وسرعة وموضوعية مع احترام الاسس الاخلاقية المتعلقة بالصحافة والانظمة الساعدة وعدم التحييز في نقل الاخبار واحترام العقل وكرامة الانسان كذلك لكالات الانباء دور مهم على صعيد توعية المواطن بما يدور حوله في العالم من قضايا تهمه وتؤثر في تشكيل الرأي العام وتكوين صورة صحيحة عن مجتمعه والعالم حوله الى جانب التصدي للمعلومات المضللة والمحرفة والاخبار التي تمثل اسس الدينية والاجتماعية والاخلاقية التي يقوم عليها المجتمع والمساهمة في تحصين المجتمع ضد اي افكار وافدة لا تتفق والدين الحنيف او العادات والمبادئ والاخلاق تظهر بجلاء الكفاءة المهنية لوكالات الانباء والصحافة من خلال مراعاة معايير ابرزها دقة المعلومة والتعمق في المحتوى الاخباري وسرية المصادر والنزاهة والمصلحة العامة الى جانب وضوح الرؤية واستشعار المسئولية القانونية والمجتمعية واستخدام التقنية وهناك عوامل مساعدة على الوصول الى مستويات عالية من الكفاءة اهمها الادارة وادراق طبيعة الرسالة الاعلامية والعلم والتدريب وفرق العمل او كوادل المؤسسة والتمويل والمقر وشمولياته من اجهزة ومعدات مع وجود اهداف استراتيجية طويلة الاجل واخرى تكتيكية او قصيرة الاجل غير ان ادارة المؤسسات الاعلامية الناجحة لا تستطيع ان تحقق اهدافها بمعزل عن تأثيرات البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية ان ممارسة العمل في وكلات الانباء وفي الصحافة بشكل عام تؤكد الترابط الوثيق بين الاخلاقية والكفاءة ان القواعد الاخلاقية لا تهدف الى فرض معايير قابلة للتطبيق قانونيا بقدر اعطاء الصحفي اطار عمل لمساعدته على تقرير ما يجب كتابته تقريرا بشأنه وكيف القيام بذلك ان اخلاقية العمل الصحفي اصبحت مشكلة عالمية في عالم الصحافة ذلك ان الكثير من العاملين في وسائل اعلام والاتصال لا يراعون الاخلاقيات السليمة المهنة خلال مزاولة من اعمالهم لأسباب عديدة ومعقدة وهذا الوضع يمثل خروجا على ما يتعارف عليه المجتمع من قيم المعايير ومثل تربوية سليمة وفي ظل الثورة الاعلامية والمعلوماتية والاتصالية الحديثة يتجه العديد من الاتحادات والمؤسسات الصحفية في العالم نحو مراجعة مواثيقها المهنية واستجابة للتطورات المتلاحقة في الساحة السياسية والاعلامية العربية والدولية وعملا على ارساء مبادئ الالتزام بالمسؤولية وتدعيم الالتزام الاعلاميين بالقيم والمعايير الاخلاقية المهنة وسعيا لزيادة وعيهم وتقديل لامانة الكلمة شكرا لكم شكرا جزيلا والآن سعادة الدكتور فريد ايار امين عام اتحاد وكلاة الامر العربية تفضل تسمح لي تفضل بس مش اتطول شكرا سيد الرئيس تحياتي للجميع ابدأ المداخلة ببعض التعريفات حول موضوع الاخلاقية يقول علماء القانون الدستوري في لبنان واهمهم الدكتور حسن الرفاعي انه ليس للدساتير اي ضابط سوى التزام نزاهة الرجال الذين يطبقونها انه قول مأثور حقا ونحن يجب علينا ان نسير على خطأ استاذنا الرفاعي ونقول ليس لمواثيق الشرف الاعلامية التي تحدد اخلاقيات وتصرفات الصحفيين اثناء تأدياتهم اعمالهم سوى التزام ونزاهة الصحفيين انفسهم ذلك لان مواثيق الشرف الاعلامية مهما كثرت موادها وفقراتها الداعية الى التمسك بالاخلاق تصبح حبرا على ورق ان لم يصاحب ذلك ادراك الصحفي بضرورة التقيد بها هذا الادراك الذي يفترض ان لا يكون ابن يومه بل يكون الصحفي قد تربى عليه منذ نعومة اضفاره بمعنى ان يكون البيت الذي تربى فيه والمدرسة التي تعلم ودرس فيها والمحيط الذي عاش داخله قد رسخت في ذهنه القدر الكافي من المعاني الخلقية كالامانة الحياد اللاحقد المحبة النزاهة احترام الاخرين احترام الحقوق وعدم التحييز وغيرها في الورقة التي اعدتها الامانة العامة للاتحاد والتي وزعت عليكم لتكون الاساس لمناقشات هذا اليوم الاكاديمي الجميل والذي اشتقنا اليه كثيرا تم وضع الاسئلة للمناقشة ومنها هل يجب على الصحفي جيد الكافوء ان يكون جيد الاخلاق ايضا هل الصحفي مقيد بمقاييس الاخلاق الاعتيادية هل هناك اخلاقية صحفية ومميزة عن مقاييس الاخلاق الاعتيادية مدى تأثير الصحفي الملتزم اخلاقيا على الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على اداب السلوك الانساني هذه كانت اسئلة مطروحة في الورقة التي وزعت ان مصطلح الاخلاقية يعني بحذ ذاته القواعد المتناقلة ثقافيا للسلوك الصحيح والخاطئ في الحياة الاجتماعية هذه القواعد بطبيعة الحال مهمة للاستقرار الاجتماعي وللحفاظ على اداب السلوك الانساني ان القواعد هذه تعني بقدر ما اخلاقية الحقوق والواجبات بمعنى انه في حال ان طالب شخص بحقوقه وادى واجباته يمكن اندئذن القول انه يمتلك الاخلاقية اللازمة ولكن من بين هذه الفئة من الناس الذين يمتلكون اخلاقية لازمة هناك من يتمتع بخصوصية خصوصيات احداها الفضيلة اي العدالة والصدق وجدارة اذا عنده حقوق وانده واجبات وفضيلة ايضا يمتلكها هكذا تبدو الفضيلة الاخلاقية على انها استعداد ثابت لعمل ما هو مقبول اخلاقيا وفرض التنفيذ الشخص لواجباته واحترام حقوق الاخرين في ذات الوقت يقول ستيفن كلايدمان وتومال باشان في كتابهما الصحافي الفاضل ان مفهوم الاخلاقية ليست عرضية فقط في النشاطات المهنية التي يقوم بها الصحفيون بل انها جوهرية لفكرة الكفاءة المهنية اي بمعنى ان تكون المعايير الاخلاقية لا تنفصل عن الممارسة الصحفية الكفوة والعادلة وغير المنحازد انما نود الوصول اليه جوابا على السؤال الاول هو على الصحافي الجيد ان يكون جيد الاخلاق نقول ان الاخلاقية بقسميها الحقوق والواجبات وقيم الفضيلة تصبح من الشروط الضرورية لكي يصبح الشخص صحفيا جيدا وعلى الصحافي الكفو ان يوفق ويزاوج بين الممارسة المهنية وبين القواعد الاخلاقية والحقيقة ان هذا الموضوع القاضي بالعلاق الحميمة لارتباط الصحفي بالقيام الاخلاقية غير متفق عليها في بعض المدارس التي ترى بان المقاييس الاخلاقية الاتيادية ليست جوهرية للمقاييس الصحفية وربما تتعارض معها يؤكد في هذا المجال ستيفن دانيال في كتابه ايضا الذي يعارض نظريات كلايدمن ان الصحفيين بصفتهم صحفيين فهم غير ملزمين باتباع القواعد الاخلاقية وعلى المرء ان يميز بين المقاييس الاخلاقية ومقاييس اخلاقية الصحفيين فمثلا عند النظر الى هذه المقاييس من داخل المجتمع الصحفي يمكن اعتبار ممارسات اختلاس السمع او انتهاك العزة الشخصية لاغراض الحصول على مواد اخبارية مهمة على انها تتوافق مع المقاييس المهنية العالية في الحقل الصحفي ولكن عند النظر اليها من خارج المجتمع الصحفي يمكن اعتبار اعتبارها تستحق الشجب من الوجه الاخلاقية ان اصحاب هذه المدرسة يرون بان الصحفيين بصفتهم هذه غير ملزمين باتباع القواعد الاعتيادية فالمصور الصحفي الذي يصور صورة وحدة امرأة قاتلة مثلا من اجل الحصول على صور صور اخبارية يتصرف بصورة اخلاقية لكن من جهة اخرى فانه في ذات الوقت انه في المجتمع يدينون هذا التصرف بالرغم من تباين المواقف في هذا المجال نقول انه لا يستطيع اي قانون للاخلاقيات ان يعطي حلولا لكافة المشاكل الاخلاقية التي تواجهنا في حياتنا اليومية وما نحتاج اليه هو اسلوب معقول ومنهجي للتعامل مع القضايا مع تقديرنا ان ان الحكمة العملية والحكم السليم هما انصران مضافان لقوانين الاخلاق الان تحدثنا عن هذه بصورة سريعة ومسألة نظرية الان اود ان اذكر لكم قصة بشكل سريع هي يعني حصلت في زماننا الحالي تبين بعض الاخلاقيات التي حصلت في مجال التلفزيون في كتابه استبدادية الاعلام ركز ايناسيو رامونين رئيس تحرير لوموند دبلوماتيك في فصل كامل على نماذج للمخادعة الاعلامية ولا اخلاقيات مثل هذه الاعمال الامثولة الاخلاقية هذه كانت بالفعل ضرورية بعد الكشف في نهاية كانون الثاني من عام 1990 اكيد من يعني الزميلات اللي هم طالبات الان لم يولدوا بعد لكن من القرن الماضي كان هذا ان الصور المريعة التي ان الصور المريعة لما سمي بمحرقة تيمو شوارا في رومانيا كانت نتيجة عملية اعلامية مفبركة واخراج تصويري فلم تكن الجثث المصطفى على شراشف بيضاء جثث مجازر 17 كانون الاول 1989 بل جثث موتى تم نبشها من مدافن الفقراء وتقديمها الى حدسات التلفزيون هكذا قالت لوفي غارو في 31 1990 كانت رومانيا في تلك المرحلة في ظل نظام ديكتاتوري وكان نيكولاي تشاوشيسكو حاكما استبداديا وانطلاقا من هذه المعطيات الصحيحة والاكيدة ذهبت تلفزيون مرة اخرى في تغطيته لاحداث بوخارست في كانون الاول 1989 الى حدود قصوى باتجاه ميوله المرضية وادى به السباق سعيا وراء الاثارة الى المخادعة والكذب وجرى معه في جو من الهستيرية الجماعية مجموع وسائل الاعلام في فرنسا بل وحتى قسما من الطبق السياسي فكيف امكن حدود ذلك في فرنسا التي تعرف عن نفسها بانها من ديمقراطيات الاعلام والاتصاد لا شك ان ابتداع المتزرة المزيفة لكيموشوارا هذا هو حدث من اهم المخادعات والاكاتيب منذ ابتكار التلفزيون فلقد كانت تلك المشاهد والصور الاثر الكبير اللامعقول على المشاهدين الذين كانوا يتابعون قبل بضعة ايام اندفاع الثورة الرومانية كانت حرب الشوارع مستمرة في ذلك الحين في بوخارست وكان يبدو ان ذلك البلد اي رومانيا مهدد من جديد بالوقوع في قبضة رجال الشرطة دكتور فريد الوقت انتهى بعطيك دقيقتين اضافيتين خمس دقائق لا لا ما في لانه الجمهور طيب محتاج قمع طبعا طيب اذا يدي مارس العنف معي الرئيس اليوم وجاءت صور لاجساد المشوهة ليتجاوز عددها هكذا تم الادعاء الاربعة الاف ضحية لمجازر شاوتيسكو طيب رح اختصر لانه نزولا عند رغبة السيد الرئيس المتزرة لم تكن متزرة حقيقة بل كانت احداث رومانية سببت بمقتل حوالي الف واحد لكن التلفزيون ادعى وقال انه نقلنا جثث في حاويات النفايات وابتار امتار مكعبة من الجثث يعني اوصاف خلت العالم كلها تقرف من هذا الموضوع وقالوا على اساس ستين الف الى سبعين الف ضحية في حين كانت كل اللي يقتلوا بما فيهم في تيم وشوارة كانوا الف هذا يدلل على انه التلفزيون يعني وقع في خطأ مميت الان فقط من كان المستفيد من هذا العمل الاخلاقي وهين القوانين الاخلاقية الضابطة لعمال الصحفيين لا نستطيع القول ان التلفزيون الروماني وحده قام بكل هذه الافعال الكبيرة باستخراج الجثث والاتيام بحاويات النفايات الى ما شبه ذلك ولماذا انقاذ العديد من الصحفيين المفروض ان يمتلكوا الفضيلة الاخلاقية في عملهم الانقياد وتصديق وتصديق هذا الخدع وشكرا لكم خربطني الرئيس باسم ماشي الحال شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا دكتور فريد اعطي الكلام معادة الدكتور محمد العريمي مدير عموكات انباء عمان بالمناسبة الكلمات بالنسبة للطلاب والطالبات تحديدا بعد الجلسة ستكون مطبوعة متوفرة لمن يستزيد يعني يرغب بالاستزاد فضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه إلى يوم الدين بداية اسمحوا لي أيها الحضور الكريم نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمملكة البحرين ملكا وشعبا على حسن الاستضافة وهذا حقيقة ليس قريب لا على البحرين ولا على شعب البحرين فمنهم منا كل الشكر وكل التقدير موضوع الندوة حقيقة موضوع شايك وإيضا موضوع كبير لا يستطيع متحدث أن يلخصه في عشر دقائق وبالتالي سوف أحاول وقدر الإمكان أن أقدم شذرات السيمة الآن واضحة لديكم لأن الندوة سوف تتكلم عن أخلاقيات العمل الصحفي وبالتالي أتمنى على الرئيس رئيس الجلسة والحضور الكريم أن تكون هذه الجلسة جلسة حوارية نستمع فيها أكثر مما نتكلم نحن أتينا إلى هذه الجامعة العريقة التي نكون لها كل التقدير وكل الاحترام كي نستمع منكم نستمع للسلبيات قبل الإجابيات سوف أحاول أيضاً أن نختصر للتعريف وكالات الأنباء هي منظمات ومؤسسات منها رسمية ومنها الآخر غير رسمية تنحصر بشكل عام حول ثلاث أنواع من هذه الوكالات هي وكالات رسمية ووكالات إقليمية ووكالات دولية وبالتالي هي كما تفضلت معالي الدكتورة معالي الأستاذة وزيرة العلام هي الناطق الرسمي وهي الأداة والشريان الوحيد أيضاً ربما يكون لوسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية وبالتالي لديها من الصفات ومن الإجابيات ربما لا يوجد أيضاً في وسائل الإعلام منها الصحافة والإذاعة والتلفزيون لأسباب عديدة أيضاً لا نستطيع ذكرها في هذا المقام للوقت ضيق الوقت وهي عادة ما تكون أيضاً المصدر الموثوق لجميع وسائل الإعلام سواء في القطر في الدولة أو في المجموع سواء كان نطاق الدولي أو الإقليمي لأنها تتحدث باسم الدولة ونحن الآن كوكالات أنباء عربية معظم معظم هذه الوكالات توصف أو يعني لديها ما نستطيع وصفه بها بأنها وكالات رزينة وكالات دائماً لا تهروا وراء الخبر ولا يعنيها كثيراً أيضاً السبق الصحفي مثلها مثل بقية الصحف أو بقية وسائل الإعلام لأن كل حرف وكل كلمة تنطق بها هذه الوكالات هي نطق يعني مكتوب باسم الدولة أو موسوم باسم الدولة وبالتالي دائماً ما نتحرى المصداقية وأنتم ربما كطلبة أو أساتذ أيضاً في مجال الإعلام تلاحظون أن الخبر ربما ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر أيضاً بعض الصحف والإذاعات الخاصة ولكن دائماً ما يكون الرجوع لوكالات الأنباء الرسمية لمعرفة هل هذا خبر هو صحيح أو غير صحيح طبعاً أصبحت وسائل وكالة الأنباء سواء في العالم العربي أو في غير العالم العربي هي وكالات مؤثرة وبالتالي أو أيضاً لعدة أسباب السبب الرئيس بأن عمل وكالات الأنباء ليس محصوراً على القطر أو على الدولة وبالتالي عندما تبث وكالة الأنباء معين الخبر هو ينتشر لكل العالم وبالتالي هذا الانتشار وهذه الإمكانيات التي وفرتها الدولة لهذه الوكالات يعطيها مساحة واسعة للانتشار بمعنى أن الصحيفة تنتشر في نطاقها أنا أقصد هنا الصحف المكتوبة ليست الصحف أيضاً التي تنتشر عبر السماوات المفتوحة عندما تبث وكالة خبر هو ينتشر بشكل غير طبيعي وبالتالي هو إما أن يكون هذا الخبر خبر سلبي على الدولة أو خبر إيجابي على هذه الدولة العالم بشكل عام قبل 200 سنة وبالتحديد 1873 كانت تتنفس فيه ثلاث وكالات فقط وكالة هافاس وكالة رويتر وأيضاً وكالة أخرى لا يحضرني الآن اسمها هي كانت توزع الأخبار فقط مسموح لها توزع الأخبار ضمن محاصصة استعمارية موجودة في العالم وبالتالي هي تنشر الأخبار أو توزع الأخبار والحقائق حسب ما تراها هي هذه الوكالات مناسبة وبالتالي نسبة الأخلاقية في هذا الموضوع أيضاً كانت متدنية بمعنى أن هذه الدول أو أرباب هذه الوكالات كانت يعني دائماً ما يكون التوجيه توجيه استعماري اتجاه منطقتنا في ذيك الفترة وأيضاً مناطق أخرى في العالم خلال الخمسين سنة القادمة من خمسين سنة التي فاتت أو خمسين سنة الماضية حاولت أو حاولت 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 منظمة الأمم المتحدة أن تهشم هذا هذا هذه السيطرة من قبل هذه الوكالات وبالتالي انتشرت وكالات رديفة طبعاً في منطقتنا العربية كانت أول وكالة هي وكالة الأنباء المغربية تلتها وكالة الأنباء المصرية هذا كان في الستينيات والخمسينيات من قرن الماضي تلتها أيضاً بعد ذلك وكالات أنباء في منطقة الخليج وفي العالم العربي الموضوع الخطير الآن الذي يجب أيضاً أن تصلت عليه الأنظار سواء الأنظار الأكاديميين أو أنظار قير الأكاديميين أن هذا الاستعمار الإعلامي عاد يعود من جديد بمعنى قبل 200 سنة كانت هناك هيمنة من قبل هذه الثلاثة وكالات الآن رجعنا وهنا أيضاً مقياس الأخلاقية في العمل الآن خلال العشر أو العشرين سنة الماضية رجعت مرة أخرى وكالة أنباء رويترز والفرنسية والشوتش بريس في أمريكا تهيمن على النطاق الإعلامي للخبر بمعنى نلاحظ خبر يسرب وهذا أيضاً في وكالاتنا الأنباء وكالات الأنباء العربية وأيضاً بعض الصحف يدس خبر قتل سبعة فلسطينيين كيف قتل سبعة فلسطينيين هذا شهداء وبالتالي يعني نعنى نعرف والمتخصين أيضاً يعرفون توجه هذه الوكالات هناك كسل ربما مننا نحن كوسائل الإعلام العربية وبالتالي أيضاً عدم أخلاقية من هذه الوكالات لماذا؟ مثل ما تفضلت سعادة الوزيرة هذه الوكالات لديها من الإمكانيات الضخمة التي لا تتوفر أيضاً في وكالاتنا الأنباء سواء العربية أو الأقليمية نحن لما نتحدث عن وكالة مثل رويترز أو الفرنسية أو الشوتش بريس وكالات لديها أكثر من 300-400 مكتب حول العالم لديها ميزانيات خرافية مقابل أيضاً الميزانيات التي هي محصلة لوكالاتنا الأنباء العربية يعني لا نستطيع أن نضع مقارنة بين وكالاتنا التي تعمل بجهد وبإخلاص من أجل إيصال الصورة النظيفة الصورة الصاطعة للمجتمع سواء كان في دولنا العربية أو خارج نطاقنا الإقليمي والعربي وبالتالي أيضاً المقارنة بيننا وبين هذه وكالات الضخمة هو جلد جلد للذات حقيقة جداً صعب ما أتمنى حقيقة على دولنا أيضاً هو إتاحة فرصة أكبر لوكالاتنا للانتشار الوكالة أو وكالات الأنباء الرسمية قبل أربع أو بالتحديد قبل أيلول 2011 كانت لديها مهمة واحدة أو مهمة أساسية واحدة هو هو إبراز صورة الدولة سواء داخل البلد أو خارجها من بعد أيلول 2011 ربيع العرب الآن وكالات الأنباء وهذا أيضاً كلام لمعالي الوزيرة وكالات الأنباء الآن وكالات الأنباء العربية لديها مهمة أخطر من المهمة السابقة الآن يجب علينا كوكالات أنباء عربية أن نقنع المواطن البحريني المواطن العماني المواطن الكويتي المواطن الإماراتي أن هذه الوكالات أن الدولة جالسة تعمل لصالح البلد وإذن محمد نعم 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 أعتقد مثل ما تفضلت في السابق هو أنتم في نظرنا يعني أعلى من أن نقدم لكم محاضرة نحن أتينا مثل ما ذكرت سابق كي نستمع وأتمنى من هذه الجلسة أن تكون جلسة حوارية نستفيد منها أحنا كأشخاص أيضا مسؤولين في وكالات الأنباء العربية والخليجية بالتحديد كلنا آذان ساقية لكم ولمعالي الوزيرة وشكرا جزيلا طبعا يعني رح نكمل بعد شوي بس انتهى وقتكم الباقيين أنا استثناء سأعطي الكلمة لمداخلة لمعالي الوزيرة كونها يعني وقتها أدركها فتفضلي بتحبي أنا نجيب لك المايك أو أعطينا أعطينا شكرا سيد أخي العزيز فيصل حضور الكريم على المنصة أنا سأتحدث عن أمر عملي هام بخصوص الوكالات الأنباء الوكالات الأنباء عموما تتحدثون كثيرا في شأن نظري ويستغرقنا النظري كثيرا فيصبح يزيد القصور عندنا أنا أتحدث كوزيرة أعلام أنا مسؤولة عن الأمن الأعلامي لبلدي ومصالح بلدي أنا أتحدث عن وكالات أنباء عالمية كما ذكرت سعادتك ثلاث وكالات عالمية كبرى اليوم هي التي تدير رأي العام العالمي بشكل عام وكالات أنباء لا علاقة لها رسميا بالدول وكالات أنباء غير رسمية ولكن تدير إعلام خطير جدا أنا سأعطي مثال واحد هذه الوكالات هي مفروضة فارض في كل دول العالم ويجب أن يكون لها مراسدين في حال عدم أعطاءهم رخص لمراسديهم نقع نحن كدول في المحبور ويصبح اسمنا على الإعلام مشوها وننتهك الحقوق حرية التعبير والإعلام وإذا أعطينا رخص لمراسدين واليوم هؤلاء المراسدين موجودين ندخل أيضا في أخطار أخرى لأن هناك أخبار كاذبة وملتوية تتداول عبر عن دولنا في هذه الوكالات الآن أداء جديد لهذه الوكالات خصوصا في السنوات الأخيرة تصر أن يكون مراسليهم بدون استثناء يخصون طواقف معينة أنا أتعامل مع واقع أعيش حاليا في منطقتي من طواقف معينة ومن توجهات معينة ومن أحيانا من عروق معينة هذا ملاحظة سائدة عندما تخرج الأخبار من مواقعها التي تأتي من اللوكالات دائما الإمضاء يكون هناك اسم المراسل المحلي وغالبا عندما نسأل المراسل المحلي هل أنتم كتبتوا هذا الكلام الخاطئ المواقعي تماما ليس له وجود وغالبا ما ينكر المراسل يقول لم أكتب هذا الكلام تقريري كان مختلفا ويرسل تقرير إلى الوكالة وهذه الوكالة تبعثها إلى الطاولات الخلفية وتخرج التقارير بمعلومات أخرى هذا مثال من الأمثلة ومستمرة وغليظة وخطيرة وخطيرة وإحنا نتابع وإحنا كمسؤوليات رسمية علينا أن نتابع ونتعامل مع هذا الأمر مهنيا وأرسلنا رسائل وتقارير إلى بعض الوكالات وذكرنا أن هناك أداء إعلامي يؤدي إلى فتن طائفية في بلداننا وأشرنا إلى هذا الموضوع إشارة مباشرة ولكن هذه الوكالات تبقى هي أقوى من الدول الآن أنتم اتحاد وكالات العربية ولكم علاقات رسمية مباشرة كمنظومة في اتحاد الوكالات الدولية أنا أتساءل ما هو دور اتحاد وكالات الأنباء العربية في مناقشة هذه القضايا وفي حضور هذه الاجتماعات وفي إشارة إلى هذا الأمر بشكل مباشر لأن أنا تكلمت فيه بشكل سلس وبسيط ولكن أمر خطير جدا لا يمت لا للإعلام بعلاقة ولا للكفاءة ولا للأخلاقية بعلاقة هي أجندات سياسية تنفذ عبر وسائل الإعلام التي ذكرتها أنا أسلحة أسلحة تستعمل للخير وتستعمل للشر فهي واقع حقيقي نعيشه بشكل يومي أداء مبطن مستهدف دولنا وواضح المعالم لا ينكرون ولا يحاولون أن يخفو كل هذا الأداء ولكن الأداء مستمر لأنهم يملكون قوة فكيف تواجهون هذه الأمور كاتحاد أنبع عربية شكرا تسمح لي سعادة وزيرة الإعلام النقاط التي أشرتها هي نقاط مهمة في وكالة أنبع ونحن منذ كنا طلب في المقاعد كزملائنا الآن الموجودين كنا نتعلم أنهم يدسون السم في العسل هذا تعلمنا من الصحافة نحن في اتحاد وكالات الأنباء العالمية ومعي الدكتور عضو نطالب في أكثر من الاجتماع دولي وكان آخر بالرياض بالالتزام بالحيادية والالتزام بالأخلاقية ولكنها تأخذ في الاجتماعات بنعم ولكن بالفعل زي ما تفضلتي يختلف احنا اعتقد دورنا كوكلات أنباء كيف نحمي أبنائنا وشعوبنا من هذا الغزو الاخباري الفكري اليوم دور الوكلات دور مهم ليس على بث الأخبار المشتركين من صحف والتلفزيونات بل كيف نصل إلى الجمهور لدينا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي مهمة اليوم من سن عشرين إلى أربعين سنة يطلع على الأخبار ومصادره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجب على وكالاتنا التواجد وإنشاء أقسام خاصة بالتواصل الاجتماعي حتى يكون هناك قرب من الشباب أو من المتلقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا أقدر شيء نقدر نحمي فيه أولا ونوصل المعلومة الصحيحة لأبناء بلداننا أما الدول هذه فأكثر من مرة نطرح هذا الموضوع ويقبل في اجتماعاته لكن قد لا يطبقون في عمالهم ما الدكتور عندي شكرا يعني معالي الوزيرة قد يكون السؤال مشروع أو أكيد هو مشروع ولكن ربما يعني في عناوين الندوة لو تشعبنا سنطرح أخلاقيات وسائل الإعلام العربية هذا أولى يعني ليش نتكلم احنا على الوكلات العالمية وأخلاقياتها أخلاقيات وسائل الإعلام العربية اليوم محل السؤال وهي اللي بصراحة هي التي تؤثر سلبا في المزاج العربي بشكل عام وتؤجج الصراعات والفذل الطائفية وكل هذا إذا أردنا أن يعني نمتلك الجرأة الكافية لنتحدث عنهم الآخر لدينا مشكلة مع الآخر تاريخيا ولكن مشكلتنا مع أنفسنا اليوم آمل أنه في الوقت المتبقي بالمتحدثين الثلاثة لأن أعمال وكالة الأنباء تطورت تغيرت مع الزمن وكالة الأنباء كانت مهمتها الأساسية أنتاج الخبر الأم اليوم وكالة الأنباء تنتج الفيديو وتنتج عندها موقع الانترنت عندها انفوغراف عندها كي تنافس حتى وكانت المحلية تمارس هذه الأدوار السؤال مرة أخرى عن الأخلاقيات والأخلاقيات لا تتجز إذا كنا نطلب من الآخر أن يكون أخلاقيا علينا أن نكون أخلاقيين أيضا مشكلتنا في العالم العربي هذه ما زالت موجودة نتحدث مع الآخرين بلسان ونتحدث بيننا بلسان آخر هذا كمان بإضافة لما تحدث في بعد الثلاثة الآن سيدة لور سليمان مديرة الوكالة الوطنية اللبنانية وأمل أن نمر ونلتز بالوقت شكرا معالي وزيرة الدولة لشؤون الأعلام سعادة السفراء ممثل الجمهورية اللبنانية سعادة القائم بالأعمال الأستاذ إبراهيم عساف سعادة معالي رئيس الاتحاد سعادة رئيس الجامعة زملاء رؤساء الوكالات العربية أيها الحفل الكريم بداية أود أن أهنئ مملكة البحرين على نجاح الانتخابات ويهمني أن أقول أنه لمن دواعي سروري أن أشارك مع زملائي مدري الوكالات في هذه الندوة التي آمل أن تزيدنا أصرارا على المضي في عملية تطوير الإعلام الرسمي ومواكبته التطور التكنولوجي بما يمكنه من أداء دوره كاملا على صعيد التزامه الموضوعية والدقة في نقل الخبر الصحيح والموثوق به بداية أود أن أشكركم على حضوركم هذه الندوة كما أود أن أشكر سعادة المدير العام لوكالة الأنباء البحرينية الأستاذ مهند سليمان على هذه الدعوة الكريمة وعلى كل الجهود التي بذلها لكي تكون هذه الندوة على مستوى الأمال والطموحات أيها الأخوة سنتحدث اليوم عن مهنية الصحافي في الوكالات الرسمية وكفاءته شرطا لممارسة الحرية الإعلامية قد يتساءل البعض هل هناك حرية في الوكالات الرسمية فبمجرد الكلام عن إعلام رسمي يتبادر إلى أزهاننا أنه أعلام السلطة الحاكمة أنا اليوم بينكم لأتحدث عن التجربة الأعلامية في الوكالة الرسمية اللبنانية أي في الوكالة الوطنية للأعلام التي لشرف رئاستها وأنا هنا لا لأدافع عن الأعلام الرسمي أو الأعلام العام بل لألقي الضوء على ما يقوم به هذا الأعلام فأولا نحن نعتبر وكالتنا وكالة رسمية صحيح أنها تابعة لوزارة العلام ولكنها ليست وكالة للرسميين صحيح أن لدينا مراسلين في كل المقار الرسمية والوزارات ولكن لدينا في المقابل مكاتب في كل قضاء في لبنان لمتابعة شؤون الناس وشجونهم وتغطية ناشطاتهم ولإلقاء الضوء على مشاكلهم ونحن في لبنان كما تعلمون لسنا طائفة واحدة بل لدينا سمان عشرة طائفة وأحزاب متعددة مقسمة بين فريقين ثماني وأربعة عشر أذار ومستقلين وهذا النسيج اللبناني المتعدد موجود في الوكالة الوطنية للأعلام ولكن نحن في الوكالة أخذنا عهدا على أنفسنا بأن نكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وأن نترك أهواءنا السياسية وميولنا وطوائفنا على حدة ونعمل يدا واحدة في سبيل إعلاء شأن الكلمة الحرة والمسؤولة فمسؤوليتنا لا تقتصر على نقل أخبار المسؤولين واستقبالاتهم بل تتعداها إلى الأخبار والتحقيقات الأمنية والقضائية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والأخبار الأمنية هي الأخبار الأكثر مسؤولية بالنسبة إلينا فالخبر مثل الرصاصة إذا انطلق لا يمكن إعادته أو إلغاؤه من هنا تكمن مسؤولية كل إعلامي في نقل الخبر بدقة وموضوعية والتشديد على أن السرعة في نقل الخبر في ظل المنافسة الشديدة لا تبرر التسرع في الاستغناء عن المصادر الموسوق بها وفي عدم التحقق من صدقيتها فنحن في الوكالة الوطنية للإعلام اتخذنا القرار ومن دون أي ضغوط من أي جهة بالإحجام عن نشر كل ما يحض على العنف والكرهية ويدعو إلى الانتقام ويقيم تمييزا بين المواطنين على أساس انتماءاتهم عاملين على تنقية الأخبار من لغة التحقير والتشهير والتهجم والبزاء والتهكم المسيء إلى كرامات الأشخاص والجماعات حتى ولو كان صادرا عن وزير أو نائب أو مسؤول ولكن في المقابل نحرص على نشر الأخبار كما هي من دون تحريف أو إخفاء للحقيقة مع الإشارة إلى أنه ليس لدينا أي خبر محظور ننشره وذلك يعود إلى إيماننا بأن من أهم مواجبات الصحافي تحمل مسؤولية الرسالة الإعلامية الصادقة والتزام أمانة المهمة وشرف المهنة على أسس مساق الشرف العالمي وتحكيم الضمير المهني والتزام أخلاقيات العمل الصحفي وتقاليده واحترام القانون العادل وأحكام القضاء النازيه ورفض المزايدة والابتزاز والإثارة المتعمدة وعدم استغلال مهنته للمسج بين الأعلان والأعلام والتدليس على الرأي العام والابتعاد عن إثارة الفتن والنعارات العرقية والدينية والطائفية والتزام مكافحة الفساد والاستبداد والإرهاب إن الإعلام الرسمي ليس بالطبع كما يحاول البعض تصويره على غير حقيقته إعلاماً دعائياً أو أعلام السلطة في مواجهة معارضها لأنه إعلام للجميع غير من حاز إلى فئة ضد أخرى إعلام يسهم في تعزيز المواطن الحقيقية ويؤمن احترام حق المواطنين في المعرفة ويتيح لهم تكوين اقتناعاتهم بأنفسهم فيؤدي على نحو أفضل وظيفة الاتصال والتفاعل بين المواطن والمؤسسات الدولة ست لور أنا ما بحب أطمع ستات بس يبدو الوقت انتهى بعد ما خدت ثلاثة داي لا 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 بلا الوقت أرجوك معك دقيقتين طيب واليوم نحن في الوكالة الوطنية للإعلام نتطلع إلى نقلة نوعية ونسعى جاهدين إلى توفير الإمكانات بحدودها المادية الدنيا لكي تؤدي وكالتنا دورها الوطني والإعلامي الجامع والشامل من حيث نوعية الأخبار والتحقيقات الهادفة إلى تعزيز روح المواطنة الحقة ومن حيث الاهتمام بأخبار المناطق وأخبار اللبنانيين في بلاد الانتشار والإضاءة على الإيجابيات لقد نجحنا كفريق عمل في جعل الوكالة تتعامل مع الأخبار بتجرد وموضوعية من دون أن تكون طرفا أو محسوبة على طرف دون الآخر بل أن تكون لجميع اللبنانيين بلا انحياز وهذا ما ظهر جليا في السقة التي اكتسبناها من وسائل الإعلام الخاصة في اعتمادها لأكثر من 95% من أخبار الوكالة فمتى استطعنا أيها الأخوة القيام بدورنا التحفيزي والمراقب والموجه نتوصل إلى قيامنا بالدور المطلوب مننا من حيث التزام سلم قيم يسهل تطبيقه ويمكن أن يكون نموزجا للإعلام الآخر الذي يعتبر نفسه في بعض الأحيان غير مقيد بضوابط وسلوكيات تتعارض في أغلب الأحيان مع شرعة الأخلاق المهنية التي اعتبرها الأساس الصالح لنجاح أي إعلام تأدية دوره على أكمل وجه طلبا لرغبة أساس فيصل أنا رح أنهي كلمتي بدي أشكركم مجددا شكرا لمدير عام وكات الأنباء اليمنية بسالطارق الشامي أيضا كلمة في هذا المجال بسم الله الرحمن الرحيم أشكر الإخوة الأشقاء في مملكة البحرين ومعالي الوزيرة ووكالة أنباء البحرين على استضافة الجمعية العمومية الثانية والاربعين واسمحوا لي أن أتحدث بعيدا عن الورقة التي تم تقديمها وهو حديث شجون وحديث مواطن عربي قبل أن أكون مسؤولا في وكالة أنباء رسمية الواقع يفرض علينا أو يخبرنا بأن هناك فعلا تسابق أو هناك عجلة تدور بسرعة كبيرة في مجال الإعلام وبالتالي أصبح الآن المجال مفتوح لأي مواطن أن يكون صحفي أو أن يدلي بأخباره أو أن نعبر عن أراءه سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو مختلفة للمجالات الإعلامية فبالتالي هذا وضع أمامنا مسؤولية كبيرة في وكالة الأنباء الرسمية أن نجاري هذا التطور وأن نعمل فعلا على السير إلى جانبه إلا من يقول تجاوزه ولكن للأسف حتى الآن لا تزال وكالة الأنباء الرسمية متراجعة كثيرا صحيح أن وكالة الأنباء الرسمية هي الأدق والمعلومات الصحيحة تصدر عنها ويشعر العامل أو الصحفي في وكالة الأنباء بأن لديه مسؤولية كبيرة تجاه وطنه تجاه أمته وحيث أن الصحفي رأس ما له هو مهنيته سواء كان في وكالة الأنباء أو كان في أي وسيلة إعلامية أخرى وللأسف أن الإعلام أصبح الآن يعمل لصالح السياسة ويسخر إمكانياته لصالح السياسة سواء كانت سياسة الدول للهيمنة أو لإثارة الفوضى أو لإثارة الإرهاب المجتمعات بشكل عام وأصبحت وسيلة بل إن لم تكن هي الوسيرة الرئيسية في هذا المجال أصبحت إحدى الوسائل للتدخل ولتحقيق أهداف سياسية بمقابل ذلك لازلنا أيضا نبتعد لم نستطع حتى الآن أن نجعل وكالة الأنباء الرسمية هي وكالة أنباء مجتمعية لم نستطع أن نجعل المجتمع فعلا يتفاعل معنا كوكالة أنباء ويشعر فعلا بأنها تتحدث عنه ليس فقط عن السلطة أو عن الدولة أو عن الحكومة وإنما تتحدث باسم المجتمع وبحيث يلتفه حول ما تتناوله هذه الوكالات ويشعر بأنها تعبر عنه فعلا وهذه هي نقطة جوهرية وعلينا أن نفكر فعلا كيف ننتقل بوكالات الأنباء الرسمية لأن تكون وكالات أنباء عامة بأن يشعر المواطن في أي قطر من أكثر العربية بأن هذه الوكالة هي تعبر عنه وقبل أن يبحث عن مصدر الخبر أو المعلومة من أي جهة كانت خارجية أو داخلية أن تكون الوكالة الرسمية هي منبع الخبر وباكتناع ومن خلال التواصل من خلال أن يشأل استخدام مختلف الوسائل أو الوسائط الاجتماعية ولتحقيق ذلك أولا نأمل وفرصة أن مع الوزير الموجودة يجب أن يكون لدينا إرادة سياسية أولا في بلداننا بأن هذا يجب أن يكون وحتى ننافس الآخرين ونستطيع أن نتجاوزهم ونستطيع فعلا أن نفضحهم يجب أن تكون لدينا إرادة سياسية بتطوير وتفعيل وسائلنا الإعلامية وحتى نستطيع فعلا أن نحكك شيء وأن نتجاوز أو نعايش ما يحدث في مجتمعنا لا تزال لدينا أيضا ميزة هي الأخلاكية كما ذكرت طبعا هناك تعريفات ومصطلحاتنا سأتجاوزها لكن للأسف أن هناك سوء استغلال للحداثة والتقنية المعلومات سواء من قبل بعض الصحفيين أو من قبل الدخلاء على هذه المهنة على سبيل المثال في بلدي اليمن سنجد أن المتتبع للمواقع الإلكترونية طبعا نحن في اليمن ندرك ذلك لكن المتابع عن بعد قد لا يشعر بذلك نحن نجد بأن ما يزيد عن 8% من هذه المواقع هي قد تكون الأشخاص والسياسيين أو مختلف التجاهات ولكن معلوماتها ليست صحيحة 100% بل أن هناك فعلا محاولة لتضليل المجتمع الدولي طبعا قبل أن يكون المجتمع المحلي ولتسريب المعلومات المضللة لتحقيق أهداف سياسية وحيانا قد تكون أهداف ذاتية من شخص ما لديه إمكانيات وعا استطاع أن يكون له موقع إلكتروني في هذا الفضاء الواسع بالإضافة إلى الإرادة السياسية وعندما نتحدث عن إرادة سياسية نتحدث عن إرادة بمختلف اتجاهاتها نحن أن يوجد شكوى من قبل السياسيين في دولنا بأن الإعلام يعمل على التدخل وعلى إثارة الفوضى وعلى التضليل ولكن بالمقابل ماذا قدمت للإعلام في بلدك ماذا قدمت سواء كانت وكالت أنباء أو أي وسيلة إعلامية أخرى الإعلام يجب أن يكون هناك إمكانيات كاملة نحن نقول أن الإعلام على سبيل المثال في معظم دولنا سنجد أن الإنفاق على الجيش أو على الأمن يعني مبالغ كبيرة وهائلة وفي المقابلة الإنفاق على الإعلام لا يمكن مقارنتها بما يحدث في مختلف المجالات مع أننا ندرك بأنها فعلا هي تعتبر وسيلة من وسائل الحفاظ على الأمن الوطني فمطلوب أن يكون هناك فعلا نظرة جادة أن تكون هناك إمكانيات متاحة أن يكون هناك أيضا نوع من تطوير في المنظومة القوانين والأنظمة بحيث يكون هناك فعلا حماية كاملة للعاملين في هذا الوسط أن يكون هناك نوع من الانفتاح وتطور أن يكون هناك أيضا نوع من التأهيل للعاملين في الوسط الإعلامي سواء في وكالة الأنباء أو مختلف الوسائل وبالمقابل أن يكون هناك أيضا بدرجة رئيسية تأهيل للكادر الصحفي بتأهيل بمعنى أن يتجاوز أو أن يستطيع فعلا التعامل مع ما يحدث في العالم وكيفية إيصال الرسالة الإعلامية وبالمقابل على الصحفي أيضا مسؤولية سواء كان في وكالة الأنباء أو في مؤسسة الإعلامية أخرى أولا أن يشعر أنه مواطن ينتمي لهذا الوطن بغض نظر عن أي شيء آخر وبالتالي إذا عمل في هذا الإطار وأن هناك قوانين تحفظ حقه في التعبير عن رأيه وفي إيصال المعلومات بحيادية أعتقد بأننا سنساعده على أن يعمل وعلى أن يبدع وعلى أن يطور من آلية عمله عندما نتحدث أيضا على القوانين والأنظمة التي تنظم هذا الشيء لا يكفي بأن نصدر هذا القوانين وبالتالي لا يكون هناك تنفيذ عملي في الميدان هناك نصوص أعتقد دستورية وكانونية أنا أتحدث عن اليمن هناك نصوص دستورية وكانونية متطورة فيما يتعلق بالمعلومات ما يتعلق بحرية التعبير ما يتعلق أيضا حتى في مجال نقطة هي أثارت انتباهي أن هناك أيضا بأنه لا يجوز إجبار الصحفي لا يجوز أيضا أن للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي هذا موجود كنص لكن عندما نأتي إلى التطبيق العملي سنجد بأنه أي صحفي يرفض ممارسة أي شيء بأنه يعاكب وبالتالي علينا أن نوجد نوع من الوعي القانوني وسواء على المستوى المختلف المستويات القيادية وأيضا الوسطية وكذلك الصحفية وأعتقد أننا إذا عملنا بهذا الشيء سنستطيع أن نجعل المجتمع يتفاعل معنا ويكون إلى جانبنا وشكرا لكم شكرا الوحيد الذي لم يقمع لأنه ومسك الختام مع دكتور تيسير أبو عرجة عميد كلية الإعلام في جامعة البترة الأردنية تفضل دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أكون بينكم هذا اليوم وأنا لست عاملا في وكالات الأنباء أنا أستاذ جامعي أدرس الإعلام محرر وكالات الأنباء والمحررون الصحفيون المتخصصون في الوكالات مطلوب منهم أن يعرفوا أو إن هؤلاء معنيون بمعرفة ما هو جوهري وما هو ثانوي من المعلومات التي تقدمها المصادر الصحفية البناء المنطقي السليم للخبر كفاءة بناء المقدمات الإخبارية إشكالية الفصل بين الخبر والتعليق مدى الحياد والإنصاف في التغطية الإخبارية إزاء جماعات المصالح والأحزاب والتنظيمات المختلفة كيفية التفريق بين الفنون الصحفية وما هو موقع الخبر منها استيعاب أساليب التحرير التي تطبقها الوكالة المواءمة بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد القدرة على إدارة الحوارات السياسية والاجتماعية القدرة على إجراء المقابلات الصحفية المهمة مع الرموز المؤثرة في الرأي العام التحرير الإخباري المتوازن الذي يحفظ التوازن داخل المجتمع بتركيبته السكانية والاجتماعية إشكالية مواجهة النقص في المعلومات عندما تتطلب التقارير الإخبارية مثل هذه المعلومات استيعاب ثقافة المجتمع والعوامل المؤثرة في الرأي العام المحلي التمتع بالمهنية الصحفية العالية المتمثلة باختيار الشخصيات المناسبة للمقابلات الصحفية والتصريحات الصحفية وإجراء التحقيقات الصحفية من خلال دراسة موضوع التحقيق وإعداد المواد الأولية اللازمة ورسم خطته المحكمة قبل الانطلاق إلى ميدان المقابلات إجادة اختيار مواضيع الحوارات في القضايا الحيوية وهناك قضايا يتم اختيارها في بعدها الآن الملح وتلك التي تأخذ أبعادا متصلة الأهمية وإن كانت ذات تاريخ طويل الانتباه إلى ذلك النوع المهم من الأحاديث الصحفية وهو حديث الشخصية لأن مفاتيح الحياة بأيد الناس من صانعي الأخبار وصانعي النجاحات وصانعي الأزمات كذلك الحذر من التضليل الذي يمارسه بعض المتحدثين في تقديم معلومات منقوصة أو تلميع للذات أو طعنا في الخصوم الحذر من أولئك الشخصيات العدمية الناقمة الرافضة وغير الإيجابية التي لا ترى في الأفق أي شيء يمكن أن ينوها عنه من الإنجازات الدقة في اكتشاف الأسئلة الصحفية والصياغة السليمة لها والدقة في الاقتباس والعزو إلى الشخصيات مما يرد على ألسنتهم من التصريحات أهمية التركيز على النقاط الجوهرية في الأحداث إن التحرير المتخصص والورقة التي طلبت مني هي عن الصحافة المتخصصة إن التحرير المتخصص يقتضي من العاملين فيه إجادة الكتابة الصحفية وشروطها من حيث عناصر الخبر والالتزام بالصياغة الصحفية التمكن اللغوي ثقافة ونحوا وصرفا العمل على تبسيط المصطلحات العلمية انسجاما مع مستوى الجمهور المقاطب الذي يتعامل مع وسائل الإعلام التدرب على التحرير بسرعة وتنافسية مع عدم التضحية بعناصر الدقة في المعلومات التمكن من الصياغة الصحفية الملائمة للعناوين الإخبارية التدرب على كتابة المقدمات الإخبارية أهمية التمكن من أسلوب التشويق في عرض المعلومات التدرب على كيفية التعامل مع الوثائق التدرب على كيفية تغطية الندوات والمؤتمرات الصحفية ونحن نعلم أن عديد الصحفيين يأتون إلى المؤتمرات لأخذ كلمات الافتتاح دون أن يدركوا ما يجري من مناقشات علما بأن المناقشات هي الأهم ونتائجها هي الأكثر أهمية إن على المحرر الإنخراط بقوة في الميدان المتصري باختصاصه وعليه كذلك بناء ثقافة متخصصة وعليه كذلك التوسع إن على الوكالات التوسعة في مجالات التحرير المتخصص من صحة وتكنولوجيا وثقافة ونقد وطاقة وتعليم وزراعة واقتصاد وكل ما يتصل بأدوات الانتاج والمرافق وأشكال التجارة والصناعة ونسق الانتاج السائد في المجتمع إضافة إلى الفنون والآداب والتراث والسياحة خصوصا مع تعدد وسائل الإعلام والدور الذي تأخذه شبكات الاتصال الاجتماعي من المساحة الزمنية في حياة الناس رغم التفاوت في مستويات ما تنشره من مواد كتابية ومصورة وفيلمية إضافة إلى الأشياء الغريبة والطريفة ومواد إخبارية متعددة المسارب والنكهات والمصادر ونتساءل هل يمكن لمعاهد الإعلام وكلياته في الوطن العربي تخريج الصحفيين المتخصصين في فروع الأخبار والأنشطة الثقافية والعلمية وفي الحق فإن هذه الكليات بمناهجها الراهنة تخرج القادرين على القيام بأعمال المندوبين الصحفيين العامين الذين يحتاجون إلى تأهيل نظري وعملي يؤهلهم في العمل التحرير المتخصص أما فيما يتصل بالمراسلين فالأمر يتعلق بالتأهيل العلمي المناسب الذي يؤهلهم للالتحاق بهذه المهنة استيعاب ثقافة المجتمع الذي يتواجدون فيه وتركيبته الاجتماعية والسياسية والعوامل المؤثرة في الرأي العام استيعاب الموقف السياسي في كل البلدين بلده الأصلي والبلد الذي يعمل فيه مراسلا همية البحث عن الحقائق والحياد في عرضها أمام الجمهور في تقاريره الصحفية استيعاب التحديات المهنية التي تتصل بمدى تعبير التصريحات الصحفية عن مصالح الفئات والجماعات والتفريق بين التقارير الإعلامية والتقارير الدعائية التريث عند استلام المعلومات الأولية بانتظار ما يوضحها أو يكملها أو يغطي الفراغات المعلوماتية فيها القدرة على الكتابة الصحفية لأن أي شطط لغوي غير سليم أو غير دقيق يعطي الوقائع معاني مغايرة ويوقع المراسلة في مطبات مهنية العناية بالقراءة الفعالة للوثائق في أبعادها المحلي والعربي والدولي لدي صفحة دقيقة واحدة أقول قولي هذا وأستغفر الله له ولكم وعطفا على الدقيقة الواحدة فالورقة مليئة بإمكانكم قراءتها إن شاء الله شكراً دكتور شكراً الآن آخر أربع صفوف تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام مدراء ورأساء وقالة الأنباء أصحاب السعادة والمعالي رح أثيكم في جامعة البحرين وجودكم هنا هو شرف لنا وشرف لطلبة ناري الإعلام وطلبة الجامعة بشكل عام أنا عندي سؤال أوجه للدكتور مسامحة الدكتور فريد نعم سؤال يقول أن بعض المؤسسات الإعلامية حاولت أنها تكون أو تحط مواثيق أخلاقية ومهنية في مؤسسات الإعلامية هل في المستقبل رح تكون هناك وثيقة كاملة شاملة لوكالة الأنباء العربية تحدد الأخلاق المهنية لوكالة الأنباء العربية بشكل عام في المستقبل هل هناك سيكون يعني وثيقة شاملة كاملة شكرا شكرا تفضل 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 تفضلي ستي السلام عليكم جميعا في البحرين بلد الانتخابات الجميلة والناجحة نرحبكم في البحرين أنا بدور المالكي مراسلة مجلة سيدتي وصحفية في وكالة أماء البحرين صحفية في جريد البلاد نعاني كثيرا في الجرائد وجود المتدربين الشباب خريجي الخريجي وكالة الجامعات وكليات الإعلام دائما ما يواجهون مشكلة التدريب وكثيرا منهم لا يستطيع إيجاد مكان ليتدرب لازمنا في العالم العربي نعاني من عدم وجود مراكز أو مؤسسات لتدريب الطلبة يا جماعة هؤلاء الطلبة دائما يناشدون بوجود مراكز لتدريبهم ونحن جالسين في هذا الصرح العظيم نريد أن نرى جوابكم شكرا فضل السلام عليكم أناس محمد أثني على اللي قالت الأستاذ محمد بدينا من الإضافة للأستاذ اللي قالتها أكمل عليها من ناحية كطلاب جامعة أرى أيضا إذا كان طالب الجامعي خاصة إذا كان مثلا كدرس ماجستير يفتقر يعني أنا مثلا طالب نموذج من نموذج اللي قاعدت عاني منها من ناحية تقلت أو ندرت تدراسات متعلقة بوكالة تنباء بالإضافة إلى الجانب الثاني وهو التطبيق التطبيق اللي هو البحوث على الوكالة تنباء يعني بعض الأحيان أن البحث هو أسلوب كبير لكل وكالة تنباء لا بد أن نتنفذ ما يناقش في وكالة أو ما يناقش في البحث فالسؤالي هل هناك أي دراسات أو بحوث تم تنفيذها في أي وكالات موجودة وشكرا شكرا تفضلي ستي السلام عليكم ورحمة الله فيصل اللي حوالي لا أعطينا معي دكتور هدى تفضلي معلش دكتور هدى جامعة البحرين نحن نفتخر باستضافتكم في جامعاتنا وفي بلدنا ونتمنى أن تحقق هذه الجلسة يعني ما ينتظر منها في عندي مداخلة بالنسبة إلى الإعلام وأن التوضيح أن عمل وكالة الأنباء فقط جانب من الجوانب المتعددة للإعلام في صناعة الصورة الذهنية بالنسبة للمواطن المحلي والرأي العام العالمي يعني مثلا في كتاب جاك شاهين هناك يعني مئات من الأفلام على مدى مئة عام كونت صورة ذهنية خاطئة أو سلبية عن الإنسان العربي أو المسلم أيضا فنحن يعني لازم أن نوعي أصحاب رؤوس الأموال التجار بأن هذه مهنة رابحة أن يكون هناك أعمال تلفزيونية وبرامج على مستوى عالمي ترجمتها على مستوى عالمي يعني التلفزيون المصري مثلا عمره أكثر من مئة سنة لكن لم يصل إلى العالمية بينما أن هناك الأفلام التركية الآن تترجم عالميا الأفلام الهندية تترجم عالميا إيران معنا بدأت متأخرة وصلت للعالمية فنحن لا نستقي الصورة الذهنية فقط من وكالات الأنباء ولكن نستقيها أيضا من الجوانب المتعددة للإعلام من الأغنية الموسيقى الأعمال التسلية الترفيه الترفيه أخطر وسيلة لإيصال الصورة الذهنية لا نتبنى الأسلوب الأخباري الغربي لأنه يصور فقط الكوارث الكوارث ليست فقط الأخبار الأخبار أن توصل صورة إنسانية عن الشعوب شكرا لكم شكرا فضل سؤالي ما زالت وكالة الأنباء العربية في موقف حرج بين كونها أداء إعلامية رسمية تعبر عن العادة عن صوت واحد وهو الصوت الحكومي الرسمي وحجم المنافسة الإعلامية الشرسة من وسائل الإعلام الأخرى التي تتيح لكل أصوات التعبير من خلالها سؤالي هل يمكن أن نرى مستقبل وكالات الأنباء تستطيع نشر الأراء المخترفة عبر خطوطها شكرا ما هو ما حدا قابل يستثمر يا رأي تصير فيه بس ما حدا مش مور بحق هذه القصة من آه لا فيه صبيين تفضلي السلام عليكم معكم موز الحادي طالبة إعلام جامعة البحرين وعضو في نادي الإعلام سؤالي يقول تعاون بين الوكالات العربية لها أثر كبير في نهوض الكوادر واكتصاب الخبرات ليش ما نشوف تعاون بينكم بين بعض أو برامج محددة وخطط مستقبلية بينكم وبين المؤسسات المختصة مثل جامعة أو غيرها شكرا فضلي السلام عليكم عندي سؤال عن الوكالات اللي تتكلم أو وجهة نظر هتكون وجهة نظر واحدة شلون نقدر نستفيد منها في تكوين الرأي العام والسؤال الثاني احنا قبل كنا نشوف دول العربية تقدم برامج مشتركة احنا هاي البرامج المشتركة في الإعلام ما نشوف لها لقليل او انه شبه اختفت وين البرامج العربية المشتركة شكرا فضلي السلام عليكم آيا نعيمي طالبة في جامعة البحرين اتفضلي 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 ايش ربك في ظل ثورة الإعلام الحديث فيه يقال ان الوكالات اللونبا لم تعد مهمة انزعين هل هناك طموح من قبل وكالات اللونبا في تجاوز هاي التنافس يعني شكرا اتفضل مايك بس مايك قريب بسم الله الرحيم دكتور رضا امين وستاذ العرب البشارك بجامعة المملكة كل التحية والتقدير لكل الاساتذة المحاضرين اهمية الموضوع تكمن في ان هناك مايك يعني يكاد يجمع عليه الاكاديمي من ان هناك اختلالا في التوازن الاخباري بين الشمال والجنوب امام هذه الاشكالية لماذا لم تقم وكالات الانباء العربية مجتمعة بمثلا قيام ما يمكن وكالة انباء عربية قوية تنافس الوكالات الكبرى الخمس رويترز واجنس فرنسي بريس والاستشيات بريس ويونايت بريس انتر الناشنال وغيرها هل من الممكن ان تكون يعني احنا عندنا 22 دولة عربية تقريبا عندنا مثلا يمكن 20 وكالة هل بالامكان ان تكون كل هذه الوكالات تجتمع في وكالة واحدة ويكون لها كيان قوي يكون لها مكاتب منتشرة في العالم تستطيع ان تنافس الوجود الاخبار للقنوات الكبرى لاننا لا يمكن ان نجلس ونشتكي ان هناك يعني ظلما من الوكالات الكبرى في تغطيتها الاخبارية لنا ونحن عاجزين عن تغطية بعض التقارير الاخبارية التي تقع في دولنا وفي منطقتنا شكرا بزيزا شكرا اخر سؤال اه لسه كمان طيب عندك اخر اخر صوت السلام عليكم اوشي يعطيكم العافية معكم عبدالله غزال طالب في جامعة البحرين طبعا انا سؤالي الان اوشي اسمه وكالات الانباه في الوطن العربي بالنسبة للقضايا اللي تسير في الوطن العربي مثلا من حروب من كوارث من ازمات ما يحدث في سوريا في فلسطين من شتى الازمات ليش للأسف الآن في الوطن العربي على كل الازمات اللي تسير وكل القضايا اللي تسير لأسف مواقع التوصل الاجتماعي يعني تنشر لنا الاخبار وتوصل لنا المعلومات اولا باول قبل ما نعرفها من وسائل الاعلام وايضا للأسف تجينا من وسائل اعلام ورسمية ووسائل اعلام وطنية يعني تأتي باخبار مغايرة تماما لما نراه من وسائل التوصل الاجتماعي من اشخاص في قلب الحدث يعني بس هاي ثواني مهم بدوركم انتو كوكالات انباء عربية لاحظنا الكثير احيان في ظل اللي هو الانفتاح على العالم الخارجي او العالم الاخر الكثير من المشاهدين العرب صار يتجهون الى هذه الوكالات الاخرى فسؤالي الحين ما هو دوركم انتو كوكالات انباء عربية في تعزيز القومية العربية لدى الشاب العربي الحديث لان نحن الكثير من العربي يعني او الشباب العربي اتجهت انظارهم وافكارهم يعني الاسف تشبعت بالفكر الغربي فما هو دوركم انتم في تعديد هذا المشاهد شكرا اه قبل ان اعطي المتحدثين للتعقيب فقط فصل المائك عليه اه يعني احنا جلسين هون مين بيسمع مثلا بوكالة الانباء البلغارية مين بيسمع حتى بوكالة الانباء الايطالية مثلا مدى تأثيرها احنا نتكلم على وكالات انباء محلية عربية تمثل تنوع العربي والتناقض العربي والاحتكاك العربي والتشوه العربي كله مشان ما يعني ما حدش جامل حتى في هذا المكان كل وكالة انباء تعبر عن سياسة الدولة اللي تابع علىها موضوع الاثر حجم الاثر احنا نتكلم على فرانس بريس درجة اساسية ورويترس الى حد ما والباقي ما عاد في وكالة انباء عالمية طبعا اي بي اكيد بامريكا لكن شينكوا بتأثر بمليار ونص بس تعداد الصين لحالة مليار ونص يعني المسائل النسبية احنا ماخذين الموضوع من الموضوع نحن والاخر الاخر الذي اشتاحنا ونحن الذين نقفوا عاجزين عن مواجهته هذا ظلم بالموضوع اليوم المحطات الفضائية وكالات الانباء يعني ما عاد في جانب واحد اشتبكت عناصر الاتصال بوسائل الاتصال بوسائل الاعلام اليوم الطائرة بتحمل ركاب بتخدم البشرية لكن بتحمل اسلحة وبتقصف البشرية كمان هاي الوسائل نفسها اللي المتكلم عنها اليوم مجمل وسائل الاعلام اخر واحد رح يحكي الدكتور فريد ايار لانه بدوش يعني احكي فاتفضل لابو الفعد شكرا سيد شكرا سيد الرئيس شكرا خلص الوقت رح اجيب بشكل سريع على ما الزميل اللي ذكر حول ميثاق الشرف حول اخلاقية الصحافة يعني حول ميثاق شرف كان ادنى موجود هو الان في عام 1984 كتب ميثاق شرف بين وكالات الانباء بين وكالات الانباء لكن الحقيقة يعني في كتير مواثيق شرف اعلامية عربية صاغتها الجامعة العربية ومؤسسات اعلامية اخرى انا ذكرت في بداية مداخلتي انه ليس لمواثيق الشرف الاعلامية التي تحدد اخلاقيات وتصرفات الصحفيين اثناء تأديتهم اعمالهم سوى التزام ونزاهة الصحفيين انفسهم بعدين الموظفي وكالات الانباء هم موظفين دولة فهم ملتزمين بالقواعد والضوابط الاخلاقية لتلك الدول ولذلك احنا فكرنا ادت مرات لصياغة ميثاق شرف جديد وربما نقوم به لكن التطبيق يتم من خلال التزام الاخرين السؤال الاخر اللي يتعلق فيه هو ما يتعلق بتدريب الصحفيين طبعا لدينا احنا مركز تدريب خاص باتحاد وكالات الانباء العربية موجود في العاصمة الاردنية عمان وانتهينا قبل اسبوعين ثلاثة قامت دورتين تدريبيتين وشاركت وكالة انباء البحرين فيها ونقيم في العام دوما يعني منذ 25 عام نقيم دورات تدريبية للصحفيين والعاملين بوكالات الانباء بشكل خاص ونحن على استعداد للتعاون مع اي مؤسسة اعلامية في دولة البحرين او في مملكة البحرين او في اي دولة اخرى لإقامة دورات متخصصة بتلك الدورة بالنسبة لموضوع اللي اثار الدكتور حول التوازن وموضوع وكالة انباء عربية طبعا هذا الموضوع مطروح منذ سنوات في جامعة الدول العربية لكن انتم تعرفون انه وكالات الانباء العربية هي مؤسسات رسمية تابعة للدولة وتعكس وجهة نظر تلك الدول ولذلك جمع يعني الوكالة يجب ان تكون ذات نفس واحد جمع هذه في مؤسسة واحدة من الصعوبة الان في مكان واعتقد انه جامعة الدول العربية ايضا لم تستطع في ذلك ويؤمل في المستقبل عما قريب انه يجوز نقيم مثل هذه الوكالة بقى شغلة وحدة تتعلق بما ذكرته معالي الوزيرة حول ما هو دور وكالات الانباء في لنقول التصدي لوكالات الانباء العالمية عندما تثير بعض الاخبار التي المشوهة حول الوطن العربي اقول لدينا لجنة حوار بين وكالات الانباء العربية ووكالات الانباء العالمية هاي اللجنة تم تأسيسها عام 1985 وكنا نعقدها مرة عند وكالة انباء الاسوشيتد بريس في لندن ومرة ثانية في احدى العواصم العربية كنا نجمع كل الاخبار المسيئة التي تبثها تلك الوكالات ونناقشهم على ذلك ونطلب منهم تصحيحها بالاضافة لذلك كنا نثير موضوع الاشتراكات هناك وكالات الانباء العالمية دائما ترفع اشتراكاتها وهي في بعض الاحيان تكون غير عادلة لكن الوكالات العالمية كانت تلتف على كافة قرارات هاي اللجنة وتتصل بالوكالات بشكل منفرد وتزيد اسعار نشراتها التي تبيعها لتلك الوكالات توقفت هاي اللجنة لعدم وجود اي مواضيع نستطيع البحث فيها مع تلك الوكالات وشكرا شكرا معلم الفهد طبعا الساؤلات كثيرة والحوار شيء لكن اخذها في مقتطفات اعتقد احزي زملاء سأل عن التدريب تدريب الطلبة بتكلم عن وكالات انباء السعودية لديها برامي التدريب لديها مركز تدريب كما لديكونا مركز تدريب كما له عديد من وكالة الانباء العربية هناك مراكز تدريب للعاملين و للعاملين بالنفس القطاع سواء في قطاعات حكومية أو طلبة اتفاقيات بيننا وبين الجامعات أكبر دليل اليوم احنا الآن بين وكالة الأنباء البحرين والجامعة هذا التلاحم وكالة الأنباء نفس السعودية واعتقد نفس وكالة الأنباء العربية نفس الاتفاق مع الجامعات استفادة من الدراسات الأخوان اللي تكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي هي أسرع وفي الأخبار صحيح تكون أسرع وأحيانا تكون مضرة نحن الآن نعاني من الفوتوشوب ونعاني من الأخبار المزيفة وفي الحقيقة تأتي الأخبار من الوكالات الرسمية نحن جزء من هذا الفضاء الإعلامي ولكن نتمنى أن نطور أنفسنا ونتمنى أن نصل إلى مشتركين من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمواقع محدثة وسريعة عبر وجودنا في أكثر الفعاليات التي تقام في بلداننا العربية حتى يكون هناك تواصل بين الوكالات والمشتركين شكرا شكرا ما أن يرغب بدقيقتين دكتور وبنرجع لعندكم لكا لدي بس مداخلة بسيطة للطلبة طلبة الجامعة الصفة العامة دائما جلد الذات في العالم العربي سواء مستوى طلاب مستوى وزراء مستوى مسؤولين جلد الذات هذا حاضر قبل خمسة وعشرين سنة كنت أيضا طالب في نفس الكراسي أنت تقلسوا عليه وكان هناك نوع من الاندفاعية تجاه الديمقراطية واتجاه أيضا حرية الإعلام واتجاه أيضا نشاط وكالات الأنباء الضخمة نتحدث عنها ولكن مع الخبرة مع المراس مع العمل وأكد على كلام معالي الأستاذة وزيرة الإعلام أحد هذه الوكالات فصلت مراسلين عندنا هنا في مجلس التعاون لأنهم ما رسلوا الأخبار إلا هم يريدوها مش تشويه في الخبر وصل بهذه المؤسسات العريقة التي تدعي الأخلاق وتدعي أيضا الحرية لأنها تفصل مراسل في دول مجلس التعاون لأنه ما رسلها الخبر اللي هي تريده اللي هي تتمنى مش تشويه مثل ما ذكرتها وبالتالي يجب أن لا نقل الذاتنا أكثر من اللزوم وكالات الأنباء وطمنكم كالات الأنباء العربية يجب أن تبدل جهد نعمل ليلة نهار من أجل أوطاننا من أجل حلال الأمن في منطقتنا وبالتالي أنتم أيضا رسل كل واحد فيكم عنده أنستجرام وعنده فيسبوك يستطيع أن أيضا يدافع عن بلده يا جماعة نحن في خير إذا أنتم استطعتم تحاولوا تساعدوا الدول تساعدوا وكالات الأنباء أيضا في دولكم أنتم هذا واجب عليكم هذه الوكالات الضخمة الثلاثة والأربعة خمس وكالات عندهم هدف معين والهدف الرئيسي هو زعزعة أمن المنطقة هذا نقولكم بكل صراحة وبالتالي وكالاتنا لن تستطيع نقولها أيضا بكل صراحة لن تستطيع أن تواجه هذه الوكالات فقط لحمة وتجمع ووجود أيضا أو خلق أو إيجاد مصلحة دولنا في المرتبة الأولى هو الهدف الأول والرئيس الذي يجب أن نعمل من أجل التحقيق شكرا شكرا بداية أنا بدي أعلق على السؤال اللي طرحته معالي الوزيرة حول استعمال عبارات بوكالات الأنباء مثل رويترز أو أف نحنا كوكالة وطنية عم نكون دقيقين كتير بهيدا الموضوع أولا في عبارات هي بتستعمل يمكن لأهداف سياسية أكيد لأهداف سياسية مثل ما قال زميلنا أو لمشروع ما بعرف في هدف من ورا بيستعملوا عبارات عن دول معينة أو عن تنظيمات إرهابية معينة يعني ما بيظهرون إرهابيين نحنا كوكالة وطنية حريصين أنه ننتقل كلمات حتى لو أخذنا الخبر من هال من هالوكالة أنه أخذنا الخبر بس منتصرف فيه وكمان نحنا متبعين سياسة النائب النفس يعني في مشاكل داخلية بتحصل أو أعمال إرهابية بتحصل داخل دولة معينة نحنا كوكالة وطنية منحيد نفسنا عنها إضافة أنه في أحد الطلاب سألوا عن أهمية وكالات الأنباء بتطور التكنولوجيا اللي حاصل أنا بقلكن أنه دور وكالات الأنباء بهيدا التطور له دور كتير كبير أكتر ما حدا بيتصور لأنه وكالات الأنباء تبعت يعني وكبت ثورة التكنولوجيا اللي حاصلة يعني الجرايد منلاقي فيها تراجع بالمبيع على حساب وكالات الأنباء اللي تطورت إلكترونيا يعني وكالاتنا الأنباء مع أنها وكالات رسمية وإمكاناتها المادية يمكن تكون ضئيلة ولكن واكبت التكنولوجيا واكبت مواقع التواصل الاجتماعي يعني صار كلها عندها مواقع على الانترنت عندها تويتر عندها فيسبوك يعني التواصل بيصير مع المواطنين عبر هيك إضافة في أحد الطلاب سأل أنه ليش الأخبار بتختلف على مواقع التواصل الاجتماعي عن وكالات الأنباء مواقع التواصل الاجتماعي يمكن مواطن عادي يكب خبرية ما تكون صحيحة ولكن مواقع الأخبارية لوكالات الأنباء تتأكد من الخبر ومن مصدره يعني ما فيها تكب خبرية هيك ممكن تعمل ثورة بالبلد وتكون مش صحيحة ولكن على التواصل الاجتماعي بيكبوا اي خبرية ممكن ما تكون صحيح حاول بعد في شغلة واحدة بس تدريب الطلاب نحن كوكالة وطنية رسمية كتير منشدد على تدريب الطلاب ومنتعاون كتير مع الجامعات يعني هلأ اذا مثلا حدا بيروح على لبنان بيفوت على الوكالة بيلاقي بالقليلة اربع او خمس طلاب بقعة التحرير مثل ومثل المحررين عم بمارسوا التحرير بشكل مهني كتير شكرا قبل ما اعطي الكلمة الختامية او الرد الانهائي الختامي لدكتور تيسير استثناءا وانضم لنا لاول مرة في الاتحاد الاستاذ مؤيد اللامي هو نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية في العراق فمعك دقيقتين استاذ مؤيد بدنا نرحب فيك وتفضل شكرا جزيلا التقدير والاحترام لمملكة البحرين قيادتنا والشعب ومبروك نجاح الانتخابات الكلام اللي دا اسمعه الان موجه بالاسئلة من الزملاء من الطلبة من الطالبات لوكالات الانباء او الاتحاد وكالات الانباء حملوا وكالات الانباء كل فشل او كل خطأ او كل عمل المؤسسات الاعلانية الاخرى الفضائيات والاذاعات والصحف والدوريات وهذا يعني عندما يطلبون من وكالات الانباء العربية او من اتحاد وكالات الانباء العربية انما هناك ربما ثقة في هذه الوكالات بعض الشيء على حساب المؤسسات الاعلامية الاخرى وهذا شيء جيد يعني رغم ان الوكالات هي جميعها رسمية وقريبة من الحكومة نحن نعرف ان القارئ او المتلقي الان بشكل عام لا يقترب من المؤسسات دائما المؤسسات القريبة من الحكومات ياخذ المؤسسات الاعلامية لكن عندي نقطة اريد ان اقولها بان يجب اصلاح المؤسسة الاعلامية العربية بشكل متكامل لان الان الاعلام اصبح علمي يحرك كل العلوم يسبق علم الفيزيو يسبق علم الكيميو الان هذه الكاميرا التي امامي هذه ربما اشتريت قبل ثلاثة اشهر لكن هناك جيل سبقها بشهر اي ان الاعلام يتجدد كل فترة عندما كتبت مناهج كليات الاعلام لم تكن الحاسبة موجودة والايفون موجود والاجهزة موجودة اذا المؤسسة الاعلامية العربية الان بحاجة الى اعادة نظر كل المؤسسة الاعلامية حتى مؤسسة القطاع الخاص من خلال ايجاد جامعات ومعاهد تقنية حقيقية زائدا الاتجاه العملية شكرا دكتور تيسير بسم الله التساؤل حول وكالة الانباء العربية الواحدة هذه اعاقتها الخلافات السياسية فقد كتب حولها دراسة حسن صعب الله يرحمه وكتبت عواط حبد الرحمن والعبد الفقير نشر بحثا في شؤون عربية تابعة للجامعة العربية عام ثمانية وثمانين تحت عنها نحو وكالة عربية مركزية للانباء تجمع شتاتا وكالات الانباء العربية ولكن كما تعلم فان وكالات الانباء معنية بانها هم رسمي لكل دولة عربية على حدة التساؤل حول تدريب الطلبة الذين يدرسون الصحافة والاعلام في الجامعات ممكن من خلال المرافق التي تملكها اقسام وكليات الاعلام كصحيفة الكترونية وانحنا عندنا في جامعة البترة صحيفة الكترونية ومجلة وكذلك ننوي قامة أفأم لأننا تحولنا الى كلية منذ فترة قريبة وطلبتنا يتدربون دائما عند الاستاذ فيصل شبول يفتح اذرعه واذرع الوكالة لطلبتنا لكن احب ان اهمس في اذن طلبة الجامعات الذين يدرسون الاعلام حسنوا لغتكم العربية قووا حالكم فكريا وثقافيا ولغويا قبل التوجه الى الوكالات للتدريب تقنيا على بناء القصة الاخبارية الاخ الذي سأل عن رسائل الماجستير في وكالات الانباء افتح مواقع كل الجامعات العربية وستجد انه لا بد ان هناك جامعات وعمل اعدك بان رسائل عندنا ستكون حول هذا الامر ان شاء الله لكن بالنسبة لدكتورة التي تحدثت عن جاك شهين واعلامنا الدولي هذا خمول من الاعلام العربي الذي قصر عن الاستثمار في الاعلام الصحيح هو استثمر اعلاميا في الاعلام الذي يمزقنا في البولدوزرات التي تطحن حالتنا العربية ونحن نقول ان الاعلام الدولي والوكالات الدولية تقلقنا حقيقة الوكالات الدولية حسب المنطقة العربية رويترز بحسب الاستعمار السابق البريطاني وفرنسا بحسب الاستعمار السابق ومع ذلك الوكالات الدولية لا وجود لها إنما يمزقنا الآن طائفيا ومذهبيا وعرقيا وسياسيا هو البولدوزارات في الإعلام العربي والقنوات الفضائية العربية وشكرا شكرا يعني في نهاية هذا الحوار أود أن أشكر مرة أخرى مع علي وزيرة شموين الإعلام في مملكة البحرين عندك تعقيب؟ عندك تعقيب؟ شكرا شكرا لكم جميعا ولكن حقيقة لكل هذه القاعة لكل فرد هم الإعلامي لأن اليوم حديث عن الإعلام وتتجمع كل هذه الهموم عند وزير الإعلام أجمعهم كلهم مع بعض وقيل الكثير والمفيد أنا لازلت مصرة على موضوع واحد وأحب أن أركز على موضوع واحد وهو موضوع مهم جدا وخطير للتباحث حول ذلك أنا أعطي قيمة كبرى لإتحاد وكالات الأنباء العربية أعتقد أحنا لم نعد في عام 1995 خفريد وانتهى ذلك الزمان وموضوع الليجان اليوم في شيء آخر يدعى اللوبيينج ومراكز القوة وكيف يتم التأثير على المواقف من عبر مختلف المؤسسات اتحاد الصحافة الدولي والعربي لدينا عملية اللوبيينج بوسائل مختلفة الآن بات أمر هام جدا أن يكون هناك وسيلة وسيلة ضغط الرئيسية ومعقولة ونتفق عليها جميعا كيف نؤثر على وكالات الأنباء العالمية AP الفرنسية Reuters تعمل ضمن أجندة واضحة المعالم لا يخفونها ولا يترددون ولا عندما استعداد يناقشون مع أحد إنما نحن كيف نحمي مصادحنا أن يصروا أن يكون مصدر أخبارهم من طرف واحد في كل الدول اليوم دولنا العربية خصوصا الساحة اليوم في الدول العربية الساحة والمشاريع هنا لدينا مصدر واحد الآن كان قبل انتهى الحرب الباردة مصدر رسمي اليوم المصدر غير الرسمي الموضوع خطير جدا أن لا يخرج نص خبر من هذه الوكالات الثلاثة وأنا أتكلم عن البحرين إلا ذكر الأغلبية الشيعية والأغلبية والأقلية المذهبية وكذا قبض على فلان كذا مذهب وفلان كذا مذهب وقيل شفنا في كذا مذهب وتكلمنا مع كذا مذهب هذا أمر خطير واضح تماما الهدف هو التأجيج المذهبي ليس هناك أمر آخر وراء ذلك وكل معالم الخبر نستطيع أن ندرس إعلاميا ونفصصها إنما ما عد فيه أهمي الآن يجب أن ي واختلاث وكالات نفس النص الفيروس الخبري هذا نفس النص واستطيع أن نجيب لكم لمدة سنة واحدة كل أخبارهم تشاهدون النصوص نفسها فأمر خطير ويزاد على ذلك يصرون هم من يختار المراسل لازم يكون من مذهب معين هم من يختارون مصور لازم من مذهب معين الصور التي تنشر على هذه الوكالات لها هدف واحد وصورة واحدة صور البؤس صور قتال صور حرمان صور كلها غير واقعية وتعطى جوائز على هذه الصور وعلى هؤلاء المصورين هناك عملية تقوية واستقواء لهؤلاء المراسلين في بلداننا بشكل غير طبيعي الآن لا بد أن يكون لكم ولنا أيضا نحن لنا دور أيضا نبحث عن أدوار كثيرة ومواقع ضغط كثيرة أن يكون لكم دور في تباحث حول هذا الموضوع وهو موضوع رئيسي هو مصدر الخبر الذي ينتشر في كل المناطق مهما قلنا أن هناك وسائل تواصل وغيرها وشباب يشتغلون وفي الميدان هذه الثلاث وكالات رئيسية نعم نقرأ للسينوا ونقرأ للإترتاس نقرأ لهم كلهم الألمانية الإيطالية كل الوكالات نقرأها إنما هذه الوكالات الثلاث لها أجندة مختلفة شكرا جزيلا معاليك شكرا على رعاية الندوة وشكرا على المشاركة فيها سعد رئيس الجامعة دكتور ابراهيم أكرمتنا شكرا لك والهيئة التدريسية والطلبة الكرام أخي مهند ما قصرت صحيح أنه فرصة كانت مميزة أن نلتقي بهذه الوجوه الخير شكرا للمتحدثين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة